لا يزال النقاش يتصاعد في موريتانيا منذ أسابيع حول سيطرة اللغة الفرنسية على المناهج التربوية في البلاد والتعاطي مع التعريب كقضية سياسية خصوصا مع فرض قانون الإصلاح التربوي سنة 98-900 الذي أعطى سيطرة مطلقة للغة الفرنسية شكرا لكم أعتقد بأن موضوع الجدل الدائر في موريتانيا حول اللغة العربية أو اللغة الرسمية للتعليم في موريتانيا هو موضوع قديم جديد بفعل إشكالية اللغة وتباين النقبة حولها لكن تجربة مقاربة الكفايات التي أقرت 1999 في المناهج التعليمية أثبتت فشلها وفق المراقبين وفي ذل تراجع النفوذ الفرنسي في الساحل الإفريقي دعا خبراء إلى ضرورة تعميم اللغة العربية في البلاد تزامنا مع مشاورات تنظمها وزارة التعليم لإصلاح القطاع التربوي فعلا ما يعيشه الساحل الإفريقي من أحداث جيوسياسية وارتفاع نسبة الوعي لدى الشعوب هذه المنطقة والمطالبات المتزايدة باعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتعليم في هذه المناطق والإدارة أيضا أدى إلى التراجع النفوذ الفرنسي في هذه المنطقة وخصوصا الساحل الإفريقي أما بخصوص ما بات يعرف إعلاميا بقانون الرموز في موريتانيا فهو جدل سياسي أكثر من ما هو قانوني لأن ما يقره هذا القانون موجود أصلا في القانون الموريتاني وبالتالي الجديد في الأمر أنه جمعة فقط في وثيقة واحدة أو في قانون واحد إن صح التعبير وعلى صعيد آخر لا يزال مشروع قانون الرموز في موريتانيا يتير جدلا واسعا على جميع الأصعيدة حيث دعا الرئيس الموريتاني السابق محمد عبدالعزيز إلى رفض القرار نظرا لكونه يشكل خطرا على الوطن ويؤسس لأرهاب الدولة هذا وصدق البرلمان الموريتاني على المشروع في من سحب نواب المعارضة من جلسة المناقشة